بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد مصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء أن يتجدد اللقاء بكم في إطار الأنشطة العلمية والتقافية والفكرية التي يقوم بها المجلس العلم المحلي بالرباط لقاء اليوم سيتمحور حول ندوة علمية ودينية تحت عنوان إسهام المرأة المغربية في البناء الحضاري ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع الغاية في الأهمية تحضر معنا كل من الأستاذة حكيمة الشامي واعدة وباحثة في مجال التصوف وتحضر معنا كذلك الأستاذة مريم معالي واعدة بالمجلس العلمي المحلي بالرباط بداية نعطي الكلمة للأستاذة حكيمة الشامي الباحثة في مجال الفكر الإسلامي لتسليط الضوء حول أهمية ودور وإسهامات المرأة المغربية في البناء الحضاري وكذا استنتاق التاريخ حول الوظائف الهامة التي شغلت المرأة المغربية في إطار البناء الحضاري فلتتفضل مشكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلام حول إسهامات المرأة في بناء الهوية المغربية وتشكيل الشخصية المغربية المتميزة ما نراه اليوم في عصرنا الحاضر يقتضي مننا الرجوع إلى الوقائع التاريخية والسنطاق الجانب التاريخي والجانب الديني ووقوف عند الوقائع والشواهد الدالة على هذا التميز والوظائف التي قامت بها المرأة على مرأة التاريخ والحضارة المغربية إلى جانب هذا التاريخ ونحن نعرف أن التاريخ هو مرآة عاكسة لحضارة هذه الشعوب وإلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي سنتحدث عنها سنقوم بوظيفتين الوظيفة الأولى وهي تتعلق هي وظيفة داخلية والوظيفة الأخرى هي وظيفة خارجية الوظيفة الداخلية هو إعادة الأمور إلى نصابها وما كانت عليه يعني بيان ما قامت به هذه المرأة في الجانب التاريخي في داخل البيت الواحد هو البيت المغربي ثم الجانب الآخر هو الجبهة الخارجية هو إضاح الوجه المشرق للمرأة المغربية والمكان المتميزة التي أعطاها الإسلام لهذه المرأة وتميزت بها في هذا الوظائف للوقوف إلى جانب مصاف الفكر العالمي الإنسان إضافة إلى هذا الجوانب التي تكلمنا عنها سنرى بأن العناية الجليلة التي أولها ويوليها صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله لمكانة المرأة بإعطاء الأولويات لهذه المرأة في الاقتحام الصفوف لا في الجانب السياسي ولا في الجانب الذيني ولا في الجانب الاجتماعي عناية منه لهذه الأدوار وإيمانا راسخا منه بأن لا تقوم لا يمكن إقامة مجتمع متماسك متناسق متكامل إلا بالنصفين نصف ليس بنصف مشلول ولكن بنصف متكامل ومتجانس بين الأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة كل هذا الأمر له سياقه الديني وله سياقه التاريخي سياق الديني تلقى من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة والسياق التاريخي هي الأدوار التي كانت شاهدة لهذه المرأة المتحدث عنها هي شخصية مغربية المتحدث عنها هي شخصية لها أدوار دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وروحية فإذا تكلمنا عن بعض هذه النماذج التي لا نمكن أن نحصرها ولكن إذا رجعنا إلى كتب التاريخ وكتب التراجم والأنساب نجدها كبيرة وكثيرة وعدد هائل نذكر مثلا في المشرق إذا كان في المشرق ذكر صاحب الضوء اللامع 1700 امرأة وهو أسخاوي فالمغرب العبد الكنوني أفرد كتابا لمئتين امرأة شهيرة في منطقة تانسيفت وإذا استفرغنا الكتب التاريخي وكتب الأنسابي والتراجم نجد العدد أكبر من هذه المنطقة فقط هذه المنطقة منطقة التانسيفتية صغيرة ولكن مناطق الداسوس بلاد في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب والجانب الصحراوي يعني هناك عدد كبير نذكر من النساء التي برزنا في هذا في المجال العقدي هناك خيرون الأندلسية الفاسية للأصل والمنشأ طلبت من عثمان السلاليجي أن يفرد لها رسالة ويجمع فيها كل ما كتب في العقيدة الأشعرية فلخص لها كتاب الإرشاد للإمام الجويني في رسالة أسماها البرهانية وساهمت في نشرها في صفوف النساء هناك كذلك أمهان العبدوسية وهي جدت الإمام شيخ حمد زروق وأخذ عنها كثير من العلماء من ذلك أحمد بابانت المكتي في نيل الابتهاج ويدكر كذلك في الشيخ مزروق في كناشته أنه أخذ عنها كثير من الرجال ومن الفقهاء ننطلق من العلم الشرعية إلى العلم العقلية والمنطق المنطق الذي يقال عنه ومعيار الفكر كاونت وعملتون ونجد المرأة وهي العالية بنت طيب بن كيران التي أخذت عند أبيها وهذا العلم وبرزت فيه ونجحت فيه بل أنها كانت تدرسه للرجال بعد صلاة الظهر وللنساء بعد صلاة العصر وهذا الأمر قد شغل الرحالة لتمييزها وتخصصها في علم المنطق وكتب عنها قالوا منظروا تصوروا معي امرأة عربية تدرسوا المنطق يعني هذا الأمر حتى يشقوا على الرجال بل أن أحد العلماء المغاربة قال في علم المنطق قال بأنه منحى يمنحه الله لأوليائه فسحبوا أسهل الطرق لفهم المنطق وهو الحافظ المجيري بالإضافة إلى هذه العلوم الشرعية وعلوم العقلية هناك في المجال الإحساني المرأة بارزت في المجال الإحساني بشكل كبير مجال الوقف وقف الكتب مثلا نذكر向 المسعودة الوزقية أنها في إنشاء المكتبات ووقف الكتب على هذه المكتبات وإذا رجعتم إلى خزاة يوسف أممم راكوش تجد مصاحف وتجد كتب في علم العقيدة مثلا نسخة في الإرشاد عليها في الوقفية في lakodikology دراسة الوقفية تجد أنها المرأة أوقفت في مجال العقيدة في مجال الفقه في مجال التصف في مجال التربية في مجال المنطق في مجال التفسير وفي القرآن الكريم مصحف جميلة ومزخرفة كانت من تحبيسات سيدة مسعودة المزغطية وكذلك نجد أميرات في فترة السعودية من ذلك مثلا فاطمة بن تشيخ مصحف في غاية الروعة والجمال وزخرفة هذا دليل على أن المرأة كانت مشاركة في مجال إنشاء المكتبات وزخرفتها ووقف هذا الكتب تعرفون بأن المشرق كان عرف مشكلة في مسألة الوقف ولكن في المغرب نجح فيها النساء كانوا مشاركات للرجال في هذا الباب نجد كذلك في مجال تدبير سياسي زيلة النفزاوية التي شاركت في تدبير السياسي إلى جانب زوجها يوسف بن تشافيل ونجد كذلك يعرف الكثير عن خناتة بن تبكار ليس في تدبير سياسي فقط بل أنها كانت مشهورة في الجانب العلمي ومن ذلك حوامشها على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة دليله عنها أن المرأة كانت عالمة لابن حجر العسقلان بالإضافة إلى أن المجال الوقف الكتب بناء القمطارات إصلاح في المجال المياه تحبيس في المجال المياه العيون يعني كانت المرأة مشاركة في كل جزئية الحياة إذا انتقلنا إلى مجال مثلا الخط وزخرفة هناك مصحف عجيب لمرأة بدوية اسمها عائشة بنت الحاج الثقي أو المتوقي ويدكرها سلمانوني في كتابه وهذا المصحف هو محفوظ بخزانة ملكية بالرباط بالقصر العامر ويعرض في المتاحف الدولية ليس فقط في مجال الأسباب التنزيل كذلك هناك نسخة كذلك في أسباب التنزيل هناك في مجال الخط ومجال الزخرفة يذكر سلمانوني في كتابه تاريخ الورقة أسماء شهيرات في مجال يعني كانوا مختصة فقط في نسخ الكتب هذه نسخ الكتب ونحن هذه مرأة عاكسة للتقافة والزهار الجانب لم يكن هناك جمودا فكريا عند المغاربة والمغاربة كانت مشاركة في هذا المجال هناك نقطة أخرى كذلك إلى جانب نسخ الكتب وظاهرة الوقف الكتب هناك قضية الكراسي العلمية سيدة مسعودة الوسقطية وهناك كذلك بناء المساجد تحبيس على طلبة العلم وقد أنفقت أموالا طائلة في مجال الوقف في الحرمين الشريفين وأوقفت دارا لطلبة العلم في الحرم المكي وبالرجوع إذا يمكنكم تطلع على ركب الحجن المغربي وهو من تأريف سيد محمد المانوني لرحمه الله ذكر ما كانت تقوم به المرأة إلى جانب الرجل في الركب الحاج المغربي عندما يخرج إلى الحرمين السرة المغربية التي كانت تخرج كانت سرة تتدخل فيها النساء في زخرفة هذه المصاحف وبالأتواب التي كانت تساهم في هذه الزخرفات فإذا انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي ليس فقط في حمل العلم هناك قدرية العمل والإبداع والذوق والأسلوب التي كانت تميز به المرأة ولا زالت تميز به على مسألة اللباس اللباس كان ساهم في تشكيل هذه الشخصية المغربية والهوية المغربية براعت كذلك في الطبخ ونجد الطبخ أنه ابن رزين التوجيبي الفقيه أفرد كتابا في الطبخ المغربي والمرأة كانت مساهمة كذلك ويدكر وصفات متعلقة بهذا المجال يعني قلنا اللباس وقلنا الطبخ وقلنا كذلك في المجال الزخرفي والجميل الذي عرفت به المرأة كل هذا الأمر ما هو إلا تشكيل أنه قمنا بجولة لأضوال الريادية التي قامت بها المرأة ولا زالت تقوم بها المرأة الآن يعني أضوار ريادية على مستوى التربية على مستوى تربية الأجيال لأن هذا نعرف بأن هذا الأمر لا انفكاك له عن المرأة كانفكاكها على البعد السيكولوجي والاجتماعي للمرأة لا يمكن أضوارها المعرفية أضوارها التربوية أضوارها الدينية أضوارها الروحية والصوفية كل هذا كان هناك تكامل وتناسق في وظيفة المرأة في المجتمع المغربي كل هذا الحمد لله ما هو إلا إنعكاس لسلفنا الذي كرس لنا هذه التقافة التقافة التي استمرت والحمد لله مبارك لنا كذلك في هذه المدرسة المولوية لصاحب الجلالة التي أولاها لعناية المرأة والجمع بين الأحداث التاريخية الاستفادة من الأحداث التاريخية ومن أحداث الحياة وأن هناك كرست لنا هذه المدرسة المولوية أن ليس هناك تنافر بأن هناك تناسق وتكامل بين الأدوار بين أدوار الرجل والمرأة في المؤسسة المولوية وشكرا على استماعكم شكرا للأستاذ حكيمة الشامي على هذه الإضاءات وعلى هذه المدخلة القيمة حول إسهامات ودور المرأة المغربية في البناء الحضاري وعلاقتها بالتاريخ ونعطي الكلمة في المرحلة التانية للاستاذة مليمة معالي لتحدثنا كذلك عن إسهام المرأة المغربية في بناء الحضاري الواقع والآفاق فلت سفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحام إن الله كان عليكم رقيبا من خلال هذه الآية الكريمة سأتحدث عن موضوع إسهام المرأة المغربية في البناء الحضاري واقع وآفاق فأقول الله سبحانه وتعالى من خلال الآية الكريمة السالفة الذكر خاطب الإنسان في البناء الحضاري بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنتا ومما لا شك فيه أن كلمة إسهام أو حضارة لها دلالة أسهم يسهم إسهاما أي شارك مشاركة في العمل الإيجابي البناء وكان له حظ وافر في هذه المساهمة أيضا وقف مع كلمة الحضارة حضارة يحضر حضورا أي وجودا وشهودا من خلال هذين التعريفين اللغويين لكلمة إسهام وحضارة فإن المرأة المغربية حاضرة بقوة موجودة وشاهدة في هذا البناء لأن ضد حضرة غابة فهي لم تغب عن الساحة من شرفها بهذا الحضور في هذا الصرح الحضاري؟ الالتفاتة المولوية لأمير المؤمنين محمد الثالث حفظه الله ونصره دع المجلس العلمية والمجلس العلمي الأعلى إلى إشراك المرأة المغربية في الدروس وفي المجالس مناصفة ومساواة مع أخيها الرجل إذن أول انطلاق للدرس علمي حسني كان سنة 2003 مع الدكتورة رجاء ناجي المكاوي حيث شرفت بإلقاء هذا الدرس كان له صيت وصدا كبير تلتها نساء أخريات فضليات سنة 2004 اعتبر أيضا منعطف مهم تابع للمنعطف الأول لأن تأنيت المؤسسة العلمية بدأ مع الدكتورة رجاء تلته سنة 2004 بعد منعطف مهم عرف من خلاله المغرب حراكا وسجالا كبيرا حول مراجعة مدونة الأحوال الشخصية أفضى إلى تغييرها بمدونة الأسرة تحت هذا السقف ستطل علينا أستاذة فاضلة أيضا الدكتورة عائشة حجامي عضوة المجلس العلمي بمراكش في موضوع الاجتهاد والمسألة النسائية بعد ذلك انتظمت نساء أخريات فضليات في هذه الحلقة من سلسلة الدروس العلمية على مستوى هذا على مستوى الدروس على مستوى المناصب العليا شهدت المجالس العلمية والمجلس الأعلى حدثا مهما بتعينات جديدة أفرزت لنا مجموعة من النساء الفضليات كانت الحصيلة خمس نساء توجنا في إطار المناصب أو في تدبير الرئاسة وجزء من الشأن الديني بالمجلس العلمي الأعلى فهذا يدل على مكانة المرأة العلمية ولها دلالات كبيرة نذكر من بينها اعتراف واحترام من صاحب الجلال محمد السادس لمكانة المرأة التي تبوأتها وتتبوأها بهذه التمثيلية في الدروس الحسنية وفي المجالس العلمية أيضا دلالة أخرى تبين إبراز أو إزالة الحواجز الموضوع للمرأة في كثير من الميادين التي كانت حكرا على الرجال من بين الدلالات أيضا أن مشاركة المرأة وحضورها في هذه المحافل العلمية هو إشعاع علمي عالمي للمرأة المغربية العالمة طيب هذا واقع بالنسبة للآفاق نأمل أن يكون هناك مستقبل ظاهر للمرأة المغربية لماذا؟ نأمل من خلاله توسيع دائرة التخصصات كما نعلم أن فقه النوازل والتحديات والمستجدات لا بد له من مواكبة لذلك هذه دعوة لتوسيع دائرة الاختصاصات لستطال ليس فقط العلوم الشرعية والفقهية بل حتى الطب وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع والقانون أيضا من الآفاق المستقبلية لغاد زاهر للمرأة المغربية في البناء الحضاري نأمل أن تكون عندنا الكفاءة العالية من أمثال الفقيهات العالمات الربانيات الموسوعيات التي تكون لها القدرة في استيعاب ما يحال عليها من عويص العلم ومشكله بالطبع الملتمسة في ذلك التحقيق والتروي والتروي وهذا بالطبع لن يتأتى إلا من كان له في العلم مقاما عالية بعد هذا وختاما أقول بأن المرأة المغربية حقيقة قد ضربت بسهم مصيب في مجال البناء الحضاري وأيضا طلعت بدور فعال في التنمية وتطوير المجتمع فمزيدا من التألق مزيدا من الشموخ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم شكرا للأستاذة مريم معالي على هذه المدخلة القيمة التي تمحورت حول واقع وآفاق مساهمة المرأة المغربية في البناء الحضاري مشاهدي الكرام تلكم كانت ندوة علمية وفكرية من تنظيم المجلس العلمي المحلي بالرباط حول إساهمة المرأة المغربية في البناء الحضاري والشكر موصول دائما إلى المجلس العلمي المحلي بالرباط على تنظيم هذه الندوات المتواصلة التي تقوم دائما بدوري نهام في خدمة المجتمع المغربي وفي خدمة الأسرة المغربية وتجسيدا للتوابط الدينيتي والمغربية والشكر موصول لهذه القناة قناة MCG24 على تغطيتها المتواصلة لجميع ندوات المجلس العلمي مشكورة إلى أن نلقاكم مشاهدي الكرام في ندوات أخرى بحول الله أرجو لكم مشاهدة ماتعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة